لما تكون في علاقة مع شخص سواء علاقة حب أو جواز أو صداقة أيا كان ولقيت نفسك غلط مع الشخص ده غلطة كبيرة جدا خليته يزعل منك جدا ويخب منك موقف لدرجة أنه خلاص بدأ ينهي العلاقة بينك وبينه بسبب الغلطة دي ساعتها بتحس أنك في كارثة وبتلاقي نفسك بتقول لنفسك إيه اللي أنا عملته ده إيه الورطة اللي أنا حطيت نفسي فيها دي والنهاردة في الفيديو ده مش بس هقولك إزاي تخرج نفسك من الورطة دي وتصلح غلطك مع الشخص ده النهاردة هقولك إزاي تخليه هو اللي يصلحك كمان اسمعني للنهاية أول خطوة عايزك تعملها هي أنك تحافظ على عدوءك أغلب الناس لما بيعملوا حاجة غلط مع الشخص اللي مرتبطين به فبتلاقيهم بيعلوا صوتهم وبينفعلوا بيبقوا معتقدين أنه بالطريقة دي هيحلوا المشكلة والحقيقة أن الصوت العالي عمر ما بيحل مشكلة كل ما كنت هادي أكتر كل ما الشخص اللي قدامك هيشوفك ناضج أكتر وده هيخليه حس أنه متطمن زي دي أن انت كده هتبقى بتديله مساحته أنه يعبر عن غضبه لكن لو كان هو بيعبر عن غضبه وفي نفس الوقت أنت منفعل فالله يحصل هنا أنكم في النهاية هتسيبوا بعض وده اللي أنا مش عايز خطوة تانية هي أنك تسمع له كويس جدا لما بتعمل حاجة غلط في حق الشخص اللي قدامك فطبيعي أنك تلاقي عنده كلام كتير جدا عايز يقوله فاسمعه للنهاية وبس ما تحاولش أنك تبرر موقفك ما تحاولش أنك تحط أعذار للي أنت عملته أنت غلط وهو عارف أنه غلط أنت سببت له مشكلة خبيت عنه حاجة مهمة جدا غلطت في حقه غلط كبير جدا وهو مستوعب الغلط ده فكل اللي هيبقى عايزه منك هنا هو أنه يلومك ويعدبك ويعبر عن غضبه واللي مطلوب منك هنا هو أنك تكون صبور وتسمعه للنهاية وتخليه طلع كل اللجوه قوله طب أنت حاسس بإيه إيه اللي بيدور في بالك دلوقتي حاول أنك تخليه تكلم أكتر وأكتر لأنه لو ما تكلمش معاك صدقني هيتكلم عنك وعارف إيه اللي هيحصل لما يتكلم عنك ويحكي اللي أنت عملته لطرف ثالث ساعتها اللي هيحصل هنا إن الطرف الثالث ده هيسخانه عليك الخطوة الثالثة هي أنك ما تعترفش بغلطك بس في نفس الوقت ما تحاولش تثبت أنك مش غلطان يعني هنفترض أن الشخص ده أنت خبيت عنه حاجة مهمة جدا وهو اكتشف الحاجة دي وبدأ يعالي صوته ويلومك ويقول لك أنت إزاي تخبي عني حاجة زي دي ليه ما قلت ليش وهنا إياك إنك تقوله أيوة فعلا أنا خبيت عنك أوعى تعمل كده بلاش تعترف اللي لازم تعمله هنا هو إنك تسكت لحد ما يخرج كل اللجوه ويقولك على كل الحاجات اللي هو وصل لها وبعد كده تعامل معاه عادي جدا وفهمه قد إيه أنت بتحبه قد إيه أنت مهتم بيه قد إيه أنت عايز نوصلحته هو ده الشيء اللي أنت لازم تركز عليه في الموقف ده وده اللي هيخليك تعدي الموقف ده بشكل أسرع لأن إنت كده هتبقى بتسمعه الكلام اللي هو محتاج يسمعه في اللحظة دي هو في اللحظة دي مش عايز اعترافك هو عايز يطمن لك فكلامك ليه بإنك بتحبه وإنك مهتم بيه هو اللي هيطمنه مش اعترافك اعترافك هيخليه حسي أنه مش لازم يسك فيك مرة تانية وده اللي احنا مش عايزينه تمام يا دكتور هنفترض أن أنا حفزت على هدوئي وبعدين سمعتله كويس جدا للنهاية ومعترفتش بغلطه إيه اللي هعمله بعد كده هتعمل الخطوة الرابعة ودي أهم خطوة وهي أنك تفكره بحاجة غلط هو عملها معاك قبل كده وإنت سمحته فيها يعني مثلا هنفترض أن الشخص ده كذب عليك قبل كده فكل اللي عايزه منك هنا هو أنك بعد ما تخليه خلص كل كلام ويخرج غضب ويخرج كل اللي في قلبه قل له اسمع أنا بحبك وبهتم بيك جدا بالرغم أن أنت كذبت علي في كذا أو عملت معايا كذا أو قللت مني في الموقف الفلاني لكن أنا سمحتك وعدت الموقف لأن أنت مهم عندي يعني فكره بالأخطاء اللي هو عملها لك فكره أنك سمحت وأنك عدت الموضوع وهنا هيحس بالتعادل مش هيحس أبدا أنك ظلمته مش هيحس أنه يستحق أحد أحسن منك وده اللي هيخليه فكر أنه يعدي الموقف اللي أنت غلطت فيه وهنا هتلاقي العلاقة بدأت تتصلح بس برضو ده مش كفاية عشان كده لازم تعمل الخطوة الخامسة وهي أنك لازم تعوده عن الغلطة اللي أنت غلطتها في حقه بأنك تحسسه بالتعويض والحاجة دي هتكون عبارة عن هدية خروجة معينة أو كلام حلوة أو دعم نفسي لازم تعمل للشخص ده حاجة حلوة جدا هو مش متعود عليها منك يعني مثلا أنا أفترض أن الغلط اللي عملته مع الشخص ده هو الإيمال هو أنك كنت بتهمل الشخص ده اللي لازم تعمله هنا هو أن أنت تبدأ تهتم بيه جدا أكتر من المعتاد وده هو اللي هيخليه حس أنك تغيرت بجد والشيء الوحيد اللي ممكن يخلي أي شخص يستمر معك في علاقة بالرغم من أنك غلطت في حقه أو جرحته هو أنه يحس فعلا أنك تغيرت لما يلاحظ أنك بدأت تتغير صدقني هينسى الموضوع تماما ثم الخطوة الأخيرة اللي هتخلي الموضوع يتصلح بينك وبينه تماما هي أنك لما تكون غلطان في حقه وتلاقيه عايز يعقبك وفقه على أي عقاب يعني مثلا لما تلاقيه بيحاول أنه يعال صوته عليك أو يكلمك بطريقة وحشة جدا أو لقيته بيحاول أنه ينسحب من العلاقة أو ينهي العلاقة تمام خليه يعمل كده خليه يعمل كده من غير ما تقاوم لما تلاقيه بدأ يعملك بشكل مش كويس سيبه يعملك بشكل مش كويس كل ما سيبته ينفذ عقابه عليك بشكل أسرع كل ما العلاقة راجعت بشكل أسرع لأن فكرة أنه ينفذ عقابه عليك بسرعة جدا وانت موافق على كده ومعندكش مشكلة في كده فده هيخليه حس بشعور مهم جدا هيحس بالزنب هيحس أنه كان قاسي جدا عليك وده هيخليه حس أنه لازم يكون معاك أحن من كده لو نفست الست خطوات دول أوعدك أنك هتتفاجئ من النتيجة وهتلاقي أنه بقى بيعملك بشكل كويس جدا بالرغم من الغلط اللي انت عملته والعلاقة بينكم راجعت زي الأول وأحسن كمان